وصلنا لفقرتنا الأولى فقرة حائد صد الحقيقة أنا لا أعلم لماذا دائما يتم إقحام اسم النادي الأهلي وجمهوره في جملة مفيدة على الرغم من الجملة المفيدة اللي بيقولوها تتعلق بقندها أخرى محدش جاب سيرة النادي الأهلي أو محدش كان بيتكلم عن النادي الأهلي في الأساس ولكن أحد الاستوديوهات خلينا أشرح لحضراتكم أنا بقول إيه أحد الاستوديوهات اللي ما فيهاش أي مهنية إعلامية أو مصدقية خالص بيخصص جزء دائم من وقته يتكلم عن أحمد فتوح لاعب منتخب مصري لغاية هنا منتخب مصري ونادي الزمالك طبعا لغاية هنا أنا ما عنديش مشكلة لأنت حر أتكلم عن نادي الزمالك أتكلم عن أحمد فتوح أتكلم عن نادي الأهلي أتكلم عن نادي الإسماعيل أنت حر ولكن لما أتكلم عن أحمد فتوح ونادي الزمالك قال إيه قال أين مبادئ النادي الأهلي وإزاي الأهلي يتعاقد مع فتوح اسكريبت مكرر نفس الكلام على سوشال ميديا اللي بتخص بعض من لا يشجع النادي الأهلي وبعض البرامج أولاً النادي الأهلي لم يتعاقد مع أحمد فتوح أدي أول حاجة هو النادي الأهلي أعلن أنه هو تعاقد مع أحمد فتوح مثلاً وإحنا ما نعرفش أو النادي الأهلي وجمهوره ما يعرفوش مثلاً يا جماعة وأنا قلت مليون مرة قبل كده مليون مرة وبقولها للمرة المليون وواحد الأهلي من حقه وحيسعى لتدعيم فريقه بكل اللاعبين اللي شايف أنه هو محتاجهم الأهلي مرة تانية الأهلي لن يتوقف عن تدعيم الفريق والمراكز اللي هو محتاجها ولكن زي ما بقول وبكرر أنا زهقت الأهلي بيتفاوض مع اللاعبين أو مع الأندية بطريقة احترافية ووفقاً لللوايح المعمول بها في هذا الشأن يعني بالمختصر المفيد من فضل حضراتكم ما تحطوش الأهلي وجماهيره طرف في موضوعات هو النادي الأهلي ليس له علاقة بيها ولا جمهوره وما تقعدوش كل يوم تقولوا أين مبادئ النادي الأهلي لأنكم لو هتعرفوها أو فهمتوها عمركم ما هتقولوا كلمتين دول الأهلي لم يفرد مبادئه على أحد الأهلي يتعامل بتقاليده ومبادئه داخل النادي وأبناء النادي وكل المنتمين إلى النادي بيسعوا دائماً للتزام بتقاليد النادي سواء كانت بره أو جوه المنظومة وبعدين يا ريت الناس اللي بتتكلم بتتكلم صحة حتى والله ما بتتكلمه صحة ده أنتو مش واخدين بالكو أن فيه نادي وهو هنا أنا مش بقول سر نادي زد أعلن على لسان رئيسه التنفيذي كابتن سيف زاهر حتى احنا طلعنا وقلنا أو الناس قالت سيف زاهر راجل محترم ونادي زد ناس محترم أن هم وقفوا فيه ناس قالت هذا الكلام فالكابتن سيف زاهر قال أنه هو كان موقع مع فتوح أو أنه هو كان بيتفاوض مع فتوح بس لن يفعل العقد أو لن يتم التفاوض معاه خلال الفترة اللي جاية لأنه لما بدر منهم مع نادي الزمالك خليني بس أقول لحضراتكم حاجتين تمام إذا كان موقف النادي زد نادي حاجة طبعا محترمة وكويسة وكل حاجة ولكن اللي بقوله من وجهة نظرهم طبعا ولكن اللي بقوله أن أولا غلط أن أنت تتفاوض مع لاعب قبل انتهاء عقده بست شهور ده مبدئيا غلط ما ينفعشي تتفاوض مش تتعاقد تتفاوض مع لاعب في غير التوقيتات المسموح المسموح بها في اللوايح ومش النادي الأهلي اللي طلع قال إن أنا كنت بتتفاوض أو إن أنا كنت بتتعاقد فأنا مش هتعاقد أو مش هتفاوض لا ده في نادي آخر نادي زد على لسان رئيسه التنفيذي قال هذا الكلام مش النادي الأهلي يعني كان فيه نادي تاني يا جماعة هو اللي بيعمل كده مش النادي الأهلي حضراتكم بتدخلوا النادي الأهلي في قيل وقال ليه نادي زد له مطلق الحرية في اختيار ما يرى مناسبا دي حاجة تخصه لكن انت بتدخل النادي الأهلي طرف النادي الأهلي لو عايز أتعاقد مع فتوح أو غير فتوح حيسعى إن هو يتعاقد معاه إذا كان عايزه وبيتم عرضه على المدير الفني إذا قال أوكيه ولقوا إنه الوقت المسموح بيه حينفع نتفاوض بيه حينفع نتفاوض معاه فحنتفاوض معاه ولكن يجب أن تتوافق كل هذه الشروط وبالتالي إحنا فتوح حنته يتعاقده في نهاية الموسم ولن يستطيع أو من الخطأ إن انت تتفاوض مع فتوح قبل بداية شهر واحد فما فيش تفاوض من قبل النادي الأهلي أنا بتكلم هنا عن من قبل النادي الأهلي عشان كده لما كنت بقول لحضراتكم من بارح أن هناك تطخيم لأي حاجة في النادي الأهلي واستغلال اسم النادي الأهلي وشغف جمهور النادي الأهلي وحب جمهور النادي الأهلي ما كانش كلامه خلاص والله قلت لحضراتكم أنه حتلاقوا التناول في أخبار تانية بالتبطبع والتجاهل لكن عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين يعني نادي آخر طلع وأعلن أنه هو تفاوض مع لاعب في أوقات غير المسموح بيها أن يتم فيها التفاوض وقال بعد كده أن أنا مش هكمل التعاقد أو مش هتفاوض معاه سايبين كل ده وبيجي يقولك النادي الأهلي بيتفاوض مع أحمد فتوح وبعدين يقولك إيه؟ خدوا بالحضراتكم من اللي بيحصل خلي بالكم يقولك إيه؟ بعض من لا يشجع النادي الأهلي أنا عارف مين بالضبط العامل الحاملة دي بعض من لا يشجع النادي أهلي يقولك إيه؟ يا جماعة خليكم بقى زي نادي الفلاني مبادئكم أنه أنتوا ما تجيبهوش عندكم في النادي بتاعكم نادي أهلي يعني النادي الأهلي ما يجيبش مش حضراتك اللي هتقول لي يجيب مين وما يجيبش مين ده قرار مدير الفني للنادي الأهلي ما فيش حد يطلع يجبر النادي الأهلي أنه هو يجيب مين أو ما يجيبش مين خلي بالحضراتكم الكلام الحاملة اللي معمولة دلوقتي معمولة في هذا الاتجاه يقولك إيه؟ إذا كان النادي الفلاني عمل كده والنادي الأهلي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق ما يعملش كده؟ ما حدش يقول لي نعمل مبادئ إزاي ولا قيم إزاي والأخلاق إزاي مبادئ وقيم النادي الأهلي وأخلاقه عفواً معروفة في كل حت وبيتبعها النادي الأهلي دائماً ولكن خلي بالحضرتك مع احترامنا ومع اتباعنا لكل هذه المبادئ والأخلاق اللي عمرنا ما بنتعدها لو أنا عايز أجيب اللعيب الفلاني من أي حتة في العالم أجيبه ولكن في الأوقات اللي مسموح بيها بهذا الأمر وساعتها بقى لما يخش منظومة النادي الأهلي بيتبع سياسة النادي الأهلي وحضرتكم شفتوا من هذه الأمثلة كثير جداً خلال الفترات السابقة هل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن النادي الأهلي بيتفاوض مع لعيب من اللاعبين أو مع أحمد فتوح أو غيره؟ لا أنا بقول كلام ما بنسمعش غيره خلال هذه الفترة لكن النادي الأهلي لا يتفاوض مع أحد إلا في الأوقات المسموح بيها هل سيتفاوض النادي الأهلي مع أحمد فتوح؟ ما عرفش إيه اللي هيحصل في شهر واحد؟ هل إحنا عندنا نظام نادي الأهلي عنده نظام الخواجة بيتعرض عليه اللاعب وبعدين يوافق يا ما يوافقش المدير الفني مهما كان اسمه يعني فمحدش عارف إيه اللي ممكن يحصل ولكن من فضل حضراتكم ما تدخلوش النادي الأهلي في جملة مفيدة معه وبصوا على اللي بيحصل في الأندية الأخرى لأنه لو بس حد يحسب البرامج اللي قيمة على التهريج وضرب الأخبار والفبراكة ما كناش هنلاقي الوضع بالشكل ده أكيد كانت بقت واضحة من خلي بالحضراتكم من الواضح أنه أن مثل هذه البرامج هل بتصنع التعصب العلاقة محترمة جدا 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 مش عايز أقول لحضراتكم الوسط الرياضي في هدوء شديد ومنافسة شريفة هل معنى المنافسة الشريفة هل معنى المنافسة الشريفة إن أنا مروحش أجيب لعيبة من الزمالك لو أنا عايزهم أو الزمالك يجيب لا ده هو ده الأساس في التنافس اشتغل أنا عايز إسلام هجيب إسلام خلي بالحضراتكم النجاح درجات أنا ممكن أبقى ناجح مية في المية وغيري ناجح بستين سبعين في المية إحنا مش في خناقة فمثل هذه البرامج هي اللي بتصنع أو بتحاول أن تصنع التعصب عشان كده أنا بطلع أقول الكلام اللي أنا بقوله ده ومحدش أفهم كلامي إن أنا لما عاوز أجيب لعيد من أي نادي في العالم مش الزمالك بس من أي نادي في العالم مش هجيبه هجيبه طالما معايا المقدرة المالية اللي أنا أقدر أجيبه والمدير الفني محتاجه هجيبه خلاص شكرا هجيبه من أي حت هو النادي الأهلي كده الاحتراف كده الاحتراف ديقول هذا الكلام لكن مثل هذه البرامج هي اللي بتؤجج مثل هذه الأمور وبتؤجج الفتن وبتؤجج التعصب حرام عليكم حرام عليكم هذه الأيام الرياضة المصرية أو كرة القدم المصرية بتمر بأفضل حالتها عايزين نكمل بهذا الشكل عايزين نكمل بهذا الإسلوب علاقة محترمة ما بين الناديين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الزمالك وقريبا هنتسمعوا أخبار كويسة ولكن كل اللي أنا بقوله لحضراتكم يا جماعة من فضلكم عايزين الفترة اللي جاية أنا لأخاطب جمهور الأهل لأن هنا بخاطب الناس اللي بتطلع تعمل هذا الكلام من فضلكم حفظوا على الهدوء اللي إحنا فيه عشان نشوف المدرجات في المباراة أهلي وزمالك نرجع نشوف المئة ألف موجودين تاني هتلاقي الأمور الفنية أصبحت أفضل بكتير فأتمنى وإحنا بالمناسبة هنفضل هنا في قناة الأهلي على عهدنا عهدنا بالعمل دائما بتقاليد النادي الأهلي والتزامنا المهنية والموضوعية هندافع عن ندينا وحنكشف كذب وتضليل اللي بيعملوا اللي بيتعمدوا الكذب الحقيقة والزج بإسم النادي الأهلي في أمور من شأنها زيادة التعصب حرام عليكم اللي انتو بتعملوه كفاية تعصب وفتن محتاجين إن احنا نبقى بنتكلم بإسلوب محترم مع بعض كلنا انتقد النادي الأهلي وانتقد أداء النادي الأهلي محدش بيقولك لا ولكن بإسلوب محترم وليس بهذا الإسلوب نادي عامل ومخلي ومساوي بيتفاوض وبيقولك مش إحنا اللي طلعنا قلنا هم اللي طلعوا قالوا وكذا 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 يقولك لا خليكوا زي النادي المحترم ما هو نادي محترم طبعا مش محتاجة كلام ولكن يقولك إيه خليكوا كده والمبادئ بتاعتكوا طبقوها زي ما هو أساسا في يعني الموضوع في الأساس غلط وما ينفعش خدوا بالكم من كلامكم